كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن أكل الحلال وعلاقته بإجابة الدعوة في الحديث النبوي الشريف بينما كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي مع صحابته وسأله بعضهم يا رسول الله كيف يمكن أن يكون دعاؤنا مستجاب وكان النبي الكريم قد لاحظ بأن بعض الناس يتساهلون في أكل الحرم فأعطاهم حديثا واضحا لهم ولأمته إلى قيام الساعة هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء وقد غدي بالحرام مطعمه حرام وملبس حرام ومشرب حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب له هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم النيسابوري في جامعه الصحيح يدل على العلاقة التي تربط ما بين استجابة الدعاء وأكل الطعام الحلال بدأ الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب واسم الطيب هو من أسماء الله عز وجل بمعنى الطاهر أن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان طاهرا وضده الخبيث الخبيث لذا قال الطيبون للطيبات ثم قال والخبيثون للخبيثات وربنا عز وجل في مشربه وفي كلامه وفي حديثه وفي معاملاته وفي مواقفه وفي انفعالاته دائما يحرس على هذا الأمر وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين لأن الرسل جميعا سبق في علم الله تعالى أن أمرهم منذ الأزل بأن يكونوا طيبين في كلامهم وفي مواقفهم وفي مطعمهم وفي ملبسهم وفي مشربهم لذا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فالعمل الصالح إذا سبقه طعام حرام لا يقبل يكون مردود فلابد أن يكون الطعام كحلال حتى إذا ما عملت عملا صالحا يكون عند الله تعالى مقبولا وبعد أن أمر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمر المؤمنين والمؤمنات فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الله تعالى أنزل الكثير من الخيرات هو سبحانه وتعالى أنزل الطيب والخبيت لماذا ربنا خلق الخبيت في الوجود؟ هذا من حكمة الإبتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل الله خلق الخير وخلق الشر خلق الحق وخلق الباطل خلق الحلال وخلق الحرام هو سبحانه وتعالى فلماذا لم يخلق ربنا عز وجل كل شيء على مستوى رفيع؟ لا يخلق إلا الطيبات وإلا الحلال وإلا الإحسان دون أن يخلق ما هو مضاد له الحكمة لن تكون واضحة فربنا عز وجل خلقنا في الدنيا لكي يبلونا أينا أحسن عمل هذا الاختبار والاختبار يقتضي التضاد ثم سيدكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نموذج لرجل كثير الدعاء لكنه لا يستجاب له لماذا لأنه يأتي بكل شروط الدعاء؟ إلا أنه والعياد بالله يرتكب جرما واحدا يجعل الباب مغلق ماذا قال؟ ثم ذكر الرجل يطيل الصفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنه يستجاب له هذا المقطع من الحديث النبوي الشريف وقف عنده علماء الفقه والحديث طويلا لأنه يتضمن معاني مكثفة قال ذكر الرجل يطيل الصفر الصفر هو مدعاة لاستجابة الدعاء الإنسان إذا كان مسافرا هذه علامة على علامات من علامات أن الله يفتح له باب السماء ففي الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يقول له لأستجيبن لك ولو بعد حين الشاهد عندنا هو المسافر ثلاث دعوة لا ترد منها دعوة المسافر لماذا الصفر هو مدعاة لاستجابة الدعاء لأن المسافر يقع له التبدل وتغير في حالته ويشعر بالمشقة وبالتعب ويشعر بالغربة مع العائلة والأحباب وينفق كثيرا من الأموال فالصفر سواء كان أيام زمان أو في وعصرنا هذا دوما يبقى فيه تعب ومشقة وإنفاق وغربة وتبدل لهذا ربنا عز وجل هو يعطي للصفر هذه النعمة أن الدعاء في الصفر مستجاب وقال يطيل الصفر أشعة أغبر أشعة أغبر وهذا يكون في الصفر لما تكون الصحاري والفيافي كما كان أيام زمان الناس يسيرون على النوق والجمال والحمير والبغال ومنهم من يسير على قدميه ويسير مسافات طويلة تمتد لأسابيع أو لشهور ويقع له التبدل والتغير لا يستحم ويتعرق فشعره منتفش وجسمه مغبر وحاله مختلف يعني هذا فيه تدلل وفيه انكسار الإنسان لما يكون على هذا الحال أشعة أغبر يعني يكون يشعر بالضعف وبالهوان وإذا ما دع المولى يتدلل بين يديه وينكسر وهذا أيضا مدعاة لاستجابة الدعاء ذكر الرجل يطيل الصفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يعني هذا الرجل المتدلل دوما يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب فالدعاء المستجاب أن ترفع يديك إلى السماء هذا من آداب الدعاء وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين الله جل جلاله من صفاته الحياء الله يحب الحياء وفي الحديث إن لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء وربنا فيه الحياء يستحيي إن الله حي كريم يستحيي يستحيي من ماذا؟ يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين أنت أيها المؤمن إذا كان جيبك مليء بالمال وجاء عندك فقير ومد يده وأنت من أهل الخير هل ترده؟ أبدا لا يمكن أن ترده إذا كان عندك المال وهو يقول لله ويمد يده تعطيه أنت بشر فما ظنك برب البشر وعنده خزائن السماوات والأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فهو يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه فكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يرفع يديه وفي المواقف الحرجة إما حروب وإما سراعات وإما في عرفات كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه يرى بياض إبطيه فرفع اليدين في الدعاء هو من علامات استجابة الدعاء قال الرجل يطيل الصفار أشعة أغبار يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب يا رب إنه يدعو بإسم الربوبية إنه لا يدعو وتنا ولا يدعو صنما ولا يدعو بشرا إنه محقق للتوحيد محقق للعقيدة السليمة إنه يدعو بإسم الربوبية لأن إسم الربوبية هو مفتاح لأدعاء وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد أربع مرات قال يا رب يا رب يا رب يا رب أجابه ملك إن رب العالمين قد أقبل عليك فاسأله ما تريد لما تقل أربع مرات تناديه جل جلاله يقبل عليك وكل البشر إذا دعوه في وقت واحد يقبل عليهم كيف ذلك؟ كل ما خطر على بالك فربنا مخالف لذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ما أعظم شانه فإذا أردت أن يقبل عليك المولى قل بنداء الربوبية لهذا في القرآن العظيم نجد أدعية الربوبية كثيرا يعلمنا الله تعالى أن ندعو بالربوبية وأول دعاء دعا به أبونا آدم وأمنا حواء لما وقع في الخطية نادوا بإسم الربوبية فغفر الله لهم ماذا قالوا؟ قالوا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صعد إلى جبل عرفات وتعرف هناك آدم على حواء وكان يدعوني أدعية كثيرة لكن الله لا يستجب إلى أن ألهمهما جل علاه هذا الكلام قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله تعالى غفر الذنب لذلك يقول العلماء أي وحد فينا ارتكب إثما أو خطيئة يكفيك أن تقول هذا الدعاء صادقا قل ربنا إننا ظلمنا أنفسنا الاعتراف بالدم بين يدي الله وأن تناجيه بإسم الربوبية فغفر الله تعالى لآدم وحواء أيضا في القرآن الكريم أدعية كثيرة مثلا الصحابة الكرام من الأنصار والمهاجرين لما دعوا دعوة طيبة ربي جمع شملهم وألث بين قلوبهم وحصنهم وأعطاهم المدد والقوة ماذا قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا لما قالوا هذا الكلام الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه وأعطاهم القوة وأعطاهم المدد فدوما الإنسان يقول هذا الدعاء إذا أراد أن يجمع الله الشمل إذا كان الناس متفرقون مختلفون ولا أحد يستطيع أن يسوي الأمور بينهم يقول هذه الكلمات ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ثم علمنا إذا كانت هناك أحقاد بين الناس أحقاد كثيرة بين الإخوة والأخوات أو بين الزملاء في العمل أو في تنظيم معين هناك اختلافات ونوع من العداوة والبغضاء وأنت تريد أن تطفئ هذا الغضب ما تقول نقول في الدعاء ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم الله تعالى يذهب الغل من القلوب هذا بين المؤمنين أو بين الأزواج أو بين الجيران أو بين تنظيم معين في حزب أو في نقابة أو جمعية لكن هناك شناءان ومحاكم ممكن أن نسوي كل هذه الأمور بهذا الدعاء فالنفوس تهدأ والقلوب تطمئن والعلاقات تعود إلى مجرها الأول وأيضا كثير كثير الأدعيثة الربوبية منها ما علمنا الله أن نقوله حتى في الطواف عند الحج ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الدعاء باستمر في الربوبية دائما الدعاء بالربوبية لبغى الخير للدين والدنيا لبغى الخير الشامل الكامل يكتر من هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعض العلماء المفسرين قالوا المقصود بالحسنة هنا المرأة الصالحة ومنه من قال لا هي الحياة الطيبة لماذا قال البعض خصها بالمرأة الصالحة لأن في المثال الداريجي يقول لك الرابح من المرأة والخاسر من المرأة واللي ما عنده المرأة ما رابح ما خاسر فالمرأة الصالحة هي مدعاة للفرحة والسرور والبهجة والصحة والكرمة والمرأة اللي هي غير صالحة يعني مدعاة للمشاكل والهم والغم والأمراض والأسقام والعلل والعياد بالله هذا تفسير لبعض المفسرين وإن المقصود هو الحياة الطيبة الشاملة يعني الزوجة والأولاد العمال والعلاقات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بل علمنا ربنا عز وجل في خواتيم البقرة كلها جاءت بأدعية الربوبية ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كلها ربوبية لهذا قال دك الرجل يطيل الصفر أشعة أغبرة يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يعني هذا الرجل لك يدعي در جميع الوسائل در استجابة الدعاء ها هو صفر صفرا طويل فيه مشقة ها هو وقع له التبدل وتغير أشعة أغبرة ها هو يمد يديه إلى السماء منكسرة ها هو ينادي باسم الربوبية در جميع الوسائل المتعلقة باستجابة الدعاء لكن دخل عليهم نقصان من أمر صغير ربما لم يلقي له بال ما هو قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب له هذا الرجل للأسف أنه حقق الدكر وحقق العبودية وحقق الانكسار ولكنه كان يتغاون في لقمة الحرام كان يمد يديه إلى المال الحرام كان يستعمل طرق مرتوية ليكسب المال ولا يهمه أحلال أم حرام والعياذ بالله المطعم حرام الملبس حرام الشرب حرام غدي بالحرام يعني لحمه هكذا لهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من أكل الحرام حتى في الحديث عن الصحابي الجليل سعد ابن وقاص كان مرة هو من شباب الصحابة كان يبحث عن فضائل الأعمال الصحابة هم أشكال كان من يبحث عن الفتن ليتقيها كان هناك من يبحث عن الفضائل للأعمال من اللي كان جمعوا السنة النبوية الشريفة كان قلقوا الصحابة عندهم تخصصات كان يقلبها للأحاديث السياسية كان يقلبها للأحاديث للفضائل الأعمال كان يقلبها للأحاديث للتقاء الفتن كان يقلبها للأحاديث المتعلقة بالعلاقات الزوجية والأولاد وغيرها يعني تصنيفات الصحابة رضي الله عنهم كل واحد روى لنا من طريق معين الصحابي الجليل الشاب رفيع المقام سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يبحث عن الفضائل فقال يا رسول الله أدعو الله لي كي أكون مستجابة دعوة طلبها كبير هذا طلب طلب واحد ولكن فيه كل شيء يعني بحلقة ياخد قد ياخد الرقم السري كي يدخل إلى عالم استجابة الدعاء يا رسول الله أدعو الله لي كي أكون مستجابة دعوة فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وربت على كتفه وقال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة يعني دائما الطعام لغير دخل الجوف ديالك خليه يكون حلال خليه يكون طيب خليه يكون مبارك لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا التوجيه النبوي الشريف صاروا حريصين على أكل الحلال والابتعاد عن الحرام من ذلك ما يروى مثلا أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده وحد الغلام خدمعه سيدنا أبو بكر كان رجل أعمال كبير كان تاجر بلغتنا كان مليونير عنده تجارات وقوافيل ولما يأتي من الصفر متعب عنده غلام يخدمه فقال يا غلام إني قادم من صفر متعب هل من طعام قال يا أي نعم هناك لحمة قال لا إشويها وغاتها فقام الغلام بشي هذه اللحمة وقدمها لأبي بكر وكان جائعا جائعا جي من الصفر ملهوف فأخذ قطع الأولى ورمها في فمه وبدأ يمضغها وسأله يا غلام من أين لك هذا اللحم من جبته قال لي كنت أمر على قومي من أهل الجاهلية عندهم عرس فأهدوني إياها فلما سمع سيدنا أبا بكر هذا الكلام هذا قوم من أهل الجاهلية لعلهم لا يسمون اسم الله لدبيحتهم ولعل لدبيحتهم حرم فقام بقلع استخراج هذه اللحمة من فمه من جوفه أخرجها وهي مصبغة بالدم قال الغلام رأيتها صارت حمراء بالدم أكلها وأخرجها من فمه قبل أن يبلعها فقال لها وما مقدار هذه يا صاحب رسول الله كان ينادى سيدنا أبو بكر الصديق بصاحب رسول الله رمأنهم كلهم صحابة كلهم صحابة أنصار ومهاجرين لكن أبا بكر كان ينادى يا صاحب رسول الله لماذا لأنه ربنا ذكروا في كتابه وقال ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال ما مقدار هذه يا صاحب رسول الله قال له لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نشأ عن سحت فالنار أولى به قال له كل لحم يعني اللقمة إن العبد لا يقدف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا أربعين يوما وكل ما نشأ عن سحت فالنار أولى به حديث فيه تحذير مغلط يعني أن العبد يقدف اللقمة الحرام يعني سهلا بدت يدك وقد تكون لقمة حرام سهلا ولكن عواقبها كثيرة جدا لا يتقبل الله من عمل أربعين يوم أربعين يوم لذا قال يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحة تتكل طيبة يقولوا لا أدل الصالح الحرام لم أدل الصالح لأنه أصلا غير مقبول فتعجب هذا الغلام من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذه عبارة عن الإحتراز فالمقصود أيها الأحباب الكرام أن هذا الرجل نموذجي ثم ذكر رجلا يطيل الصفر أشعة أغبار يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعم حرام وملبس حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب له أن هذا يسمى في اللغة العربية باستفهام إنكاري استفهام إنكاري أن يستجاب له يعني كيف بغيت يستجاب لله تعالى كيف والمقصود هو أن الله تعالى ممكن أن يستجيب ممكن رحمته أسعة وكرمه لا ينقطع سبحانه وتعالى لكن في تحذير في تحذير للعباد وللأمة أن تتسهل في أكل الحرام والعياد بالله والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا من زمن نسأل الله تعالى أن لا ندركه قال سيأتي على أمتي زمان لا يدري الإنسان من أين يأكل أم من حرام أم من حلال رجي واحد الزمن على الناس غد اختلط الأمور لا يدري الإنسان واشغي يقول حرام ولا حلال اختلاط دي الأمور كلها بعض وببعض كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفة رجي واحد الزمان ليسترنا ويستركم هذا من عالم الفتن كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفة يعني انقلاب المفاهيم غد تكلم عن وحد إنسان عاقل وغد يقول كلام فيه انقلاب المفاهيم مثلا إنسان يتكلم عن الديمقراطية ويشجع الديمقراطية ولكن هو من لا يتصرف غد تصرف ديكتاتوري غد تكلم على المساواة وغد يمجد المساواة ولكن هو في موقفه غد يكون عنصري غد تكلم على السم وعلى الأمان ولكن هو من غد تصرف الحياة غد تصرف عدواني إقصائي يعني كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفا غد يكون إنسان يكيل بميكيالين غيجي وحد الزمان ولعل في زماننا هذا شيء من ذلك المهم أيها الأحباب الكرام ما نريد أن ننبه إليه هو أننا علينا أن نتحرى الحلال دائما الدنيا قصيرة وهناك حساب ووقوف بين يدي المولى وقبل أن يكون الحساب يوم الحساب في الدنيا كان هناك أثار أثار للعقوبة والعياد بالله لكن الحرام تلقى العقوبة عقوبة في صحته عقوبة في ميزاجه عقوبة في تصرفاته عقوبة في زوجه عقوبة في أولاده كان عقوبة حياة لم تقش طيبة الحياة الطيبة غد يفقدها وغد يشعر بالألم وغد يشعر بالضياع وغد يشعر بالانكسار والسر هو أكل الحلال مظاهر أكل الحرام هي كثيرة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها القرآن العظيم كثيرا نذكر مثلا بعض مظاهر أكل الحرام حتى ننتبه إليها ونحاول أن نتلفها ونتجنبها أولها في البيع والشراء لما ندب إلى السوق وكانت تاووا مع البائع وكانت حاولون نخذوا كثير من حقنا هذا كنتسمى المطفف في الميزان ربنا عز وجل قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم إنسان كيدخل البيع والشراء سواء تاجر صغير بقال كنتمشي لعنده كيبيع بعد المواد الغدائية أو تاجر كبير عنده التصدير والاستراد وعنده العملة الصعبة في البيع والشراء ينبغي أن يكون هناك المعقول يكون هناك المعقول يكون هناك العدل لا تأخذ أكثر من حقك ولا الآخر يطفف في الميزان كذلك من مظاهر الحرام والعياد بالله أكلوا مالي اليتيم إن اليتيم ضعيف اليتيم يقدر يدفع نفسه إذا كان شيء واحد قوي مبالغ وعنده الحكمة وعنده القدرة ما تقدر تكون لي ماله سيواجهك إما بالخصام إما بالمحاكيم إما غير يجهده بش أنه يحمي ماله لكن إذا كان يتيم هذا يتيم صغير وضعيف وضاعع لا يقدر يدفع غالي يشوفه غالي يسكت لهذا حضر النبي الكريم لأن أكل أموال أيتام ولا تأكل أموال يتامة حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم وكثير للأسف كالقاء الناس عندهم في العلاقات يعني كهذا غير يتيم دوز وكيمشيه لا حاسب ولا رقيب وهو لا يدري بأنه فتح على وجه باء من أبواب النار والعياد بله كذلك من المال الحرام أكل الربع الربع اللي في الاستغلال واللي في أكل أموال نسب الباطل واللي هو كتجي عند الضعيف ودير يرزقه وتعاود تراكم عليه الديون أضعافا مضاعفة ولما أداش كتعاود زيد عليه كتر فكيغرق كيغرق هذا الربع اللي كيكون لي في مفهوم الاستغلال وأكل أموال اليتيم أو مال الضعيف ظلما وربنا حرمه وجعل فيه عقاب شديد والعياد بالله ثم كذلك هناك معاملات كثيرة في أكل المال الحرام نسأل الله السلام والعافية إذن أيها الأحباب الكرام باختصار الوصية التي نتواصل بها جميعا كي يكون دعاؤنا مستجاب عند الله تعالى علينا أن نتحرى الحلال دائما قلبوا على الحلال نخضوه إلا قدر الله تعالى الإنسان جمع حرام وضمه إلى مال الحلال اختلط عنده المال دياله مخلط في حلاله حرام أشغي دير لابد أن يعيد الأموال إلى أصحابها يقلب على الأصحاب ديالها ويقولون خدروا سخكم سبحونية هذا إذا قدر على ذلك إلا قدر الله تعالى أن أصحابها ضاعوا واختلفوا أو ماتوا ما دع لي أن يفعل عليه أن يأخذ شطرا من ماله ويتصدق به على الفقراء والمساكين يبقى يعطيهنا ويعطيهنا حتى يشعر بأنه استوفى الحقوق لأصحابها وأدى لهم ماذا نكسب من هذا أول ما نكسب هو الحياة الطيبة الحياة الدنيا كتعود طيبة كتعود الحياة سليمة لا يعني هذا أنك ستكون معصوم الخطأ أو أنك ستكون معفو أو معفي من الأمراض أو معفي من الابتلاءات أبدا الابتلاءات تابعنا تابعنا ربي عز وجل من اللي خلقنا أحتغى نموت كل ابتلاءات لأن الابتلاءات هي عبارة عن امتحال للارتقاء هي ترقية ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابرين صاحب الحياة الطيبة وخيجي الابتلاء وصابر وعنده البشارة وخا عند المراض وخا عند الفقار وخا عند مشاكل عائلية ولكن كتدوز بسيطة سرعان ما يتجوزها لا تدوم دي منك يقول اشتدي أزمة تنفارجي قد آن ليلك بالبلاجي غتدوز مرحلة قليلة وغتدوز هذا قانون إلهي عمر المصيبة ما تطول ما تقصر وغتزول سبحان الله تعالى مبدل الأحوال لكن غد يكسب الحياة الطيبة الحياة الهنية الحياة السعيدة ثم غد يكسب يوم القيامة غد يلقى بأن الأعمال دياله مثمرة العمل الصغير لداله غد يلقى كبر أتمر أتمر أضعافا مضاعفة بخلاف لكذي العمل السيء والعياد بالله غد يلقى الأعمال مهما دار من عمل وكي يكون الحرام غد يلقى بحبط وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منتورا وردار الأعمال يقول لي يا رب يا رب مشيت الحج مشيت العمراء وفعلت الخير ودرت كذا ودرت كذا وبنيت وشيت وساهمت في العمل الحزبي والعمل النقابي والعمل الجمعوي وكان عندي واحد ضوء في المجتمع وكان نصر القضية الفلسطينية والقضية العراقية نعم هذا كله عمل جميل وعمل رائع لكن كنت تتساهل في الحرام قالك فقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منتورا يلقى كل شي كل شي ضعلي والعياذ بالله بسبب أكل الحرام بخلاف اللي هو كيقدر عمل ولو كان متواضع ولكن يتحرى الحلال قالك إنما يتقبل الله من المتقيم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقيم نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا خطيانا يا ربنا إن كنا قد عصيناك أو أخطأنا في حقك ما عصيناك ولا أخطأنا تحمدا ولا تجبرا ولا تعنتا وإنما لهواننا وضعفنا اللهم يا رب ارحم دلنا بين يديك اللهم ارحم ضعفنا يا أكرم الأكرمين واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به مننا وبدل اللهم سيئاتنا حسنات نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اختم لنا بالحسنة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله قلوا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك يسعدنا دوما أن نستقبل مكلماتكم ونبدأ بسرعة لضيق الوقت من وجدة معنا للاحياة السلام عليكم ورحمة السباح مباركة سعيد جمعة مباركة وعليكم السلام ورحمة المباركة ما كل يوم معك دائما أبدا الحمد لله مرحبا للاحياة نحن نحب نسمع الصوت ديالك لأنك متفائلة رغم ظروفك الصعبة مرضك بالسرطان وفقدانك للبصر بما نحب نسمع الصوت ديالك أنك متفائلة ورغم كل شيء الحمد لله شكرا ما شغيل سيطا عندي مرض الكيلة الغدة الضرقية الغدة الكاترية الغدة ومشي المصرصي وبقول ما فيه وعلو سعداتك لا أتي لها شلال لأن دب أنت تحديتي تحديتي المرض ديالك باش بالرغبة في الحياة وبأنك قابل أمر الله دشري ذلك الله تعالى لا أقول يا ربي لماذا فعلت لي كذلك بل أسوء يا ربي لك الحمد والشكر يعني لك الرضا يعني يخفف الله من المعاناة بالعكس أنا هاتشي ديراتول أنا كنقول كما نقول بالدريجة تعالى الله قومة مغفرة الدلوب هاتي كنمين ساحة كتاع الدلوب يا ربي يغفر بيها الدلوب ويرقي بها الدرجات أنا كنا بجاهدة كنا ندروا حال أنا مثلا ندرت الحجاب وأنا معها فالقاب الحجاب يفرض علينا أيها لدى فقه في الدين لقيته صورة الأحزاب وصورة النور أيها مثلا قيتشي حوائز لي مي بدينا نتفقه في الدين وبدنا نقرأ القرآن ونفسر ومع هذا البرنامج أنا صديقته لك أنا كنت فاقدة بكيرة صديقته لكت لقيت لعليك بالدكتور قريبا نبقيت تسمعي البرنامج أنا فيقة فيقة ما كان إيش أمغطرة الله يشافيك ويعافيك كانت ما قاعد برنامج اللي في هاد اللي يكونوا فيهم الدين وهذا ونتفق هذا يعني شاد البرنامج كي هجي ميوري معاكم بالزاف سافت خاصة هادك الدعاء اللهم رب الباس إذهبي الباس وشفير كنحفظكم عندكم شحم حاجون بد كانت الحمد لله نحنا كان نقل غير ما تبت عن النبي المصطفى صلى الله وسلم نحنا نأتي بالجديد نحن ننقل ما جاء في الكتاب والسنة فقط لقد تكسب حالي بابك تقول مثلا أنا بحالة نعم لي ما قلتش واحد دايم معي على الشي أنا كانت في ذلك الآية تعالي تقول اللهم دعوني أستجبوا كولي الله الأسماء الحسنة دعوني بها أستجب لكم ومع ذلك النسكية تلقوني السلم والي دايم كان دايم معك كل شيء يدعي معي بلا ما نقولهم الحمد لله هو سبحانه تعالي سخار لك سبحانه يدروا بالليل المرد مدى بيهم كما نقول حنا مدى بي كراك مريد كراك هذا بصيوم سكلي ما يلقاش باش يشروح ذلك يبقى كيف يشفوني ليلة هيل الله الله يشف في جميع كما نقول حتى واحد الحاج أصلا رخيص يدواء رخيص وما يلقاش هذلك ما حتى هذلك المؤوان وها تشلال فيها كيف تخرب كما قالوا بعدها نعم حتى يطمقهم كما نقول احنا وليا لا حيث توصلنا بشكايات كثيرة من مواطنين ضعافة يبكيوا جاعدنا هنا الإداعا يبكيوا وكلك احنا توصلنا في الأول وفرحنا وساعدنا بذلك البركة ومن البات قالوا لنا لا سمحوا لنا المؤشر طلع وهذه فرصة كنحاول نوجه النداء للمسؤولين في هذا البلد الأمين كنقول لهم الله ينصروا والله يزيدكم من فضله من نعيمه أرجوكم أعيدوا النظر في مثل هذه القوانين لأنها مجحفة وتضر بوحل فئة فقيرة من أبنائنا وحنا مستعدين احنا كموظفين ومستخدامين يعني يدرون اقتطاع من الأجر دينا ويزيدوا في الصندوق ويوزعوها للفقراء والمساكين ما كان مش كان الاقتطاع لنا بحلها المعاونة تعال الزلزال بحل كاينة هذه كنديروها ما في سبيل الله ماشي بش في سبيل الله أي حاجة دكتور أنا بطنقل بغيت خد التلفون دلو اي تلوني نقل باش ويقول شي حواج مهم وخاصة تبتع التمية البشري لأن أنا ديرتها در معك في 2005 أنا أول وحدة دلوني في التمية بشري ندير الجمعيات باش تبقى بالجمعيات نعم وفي الاشتفال تعرفين ستفاش خدت الميكرو وقلت لهم هكا قلتهم لحظ ما عرضونيش أنا عندي الجمعيات وما قلت لشجعل واحد واحد من مسخت خباب لهم في الاشتفال خلوني بحثي في البيغو من صقل مشيت الفين كانوا دالي الاشتفال مدينة وجدة هذك وبقت نسمع في التال خدت قلنا نحوض الكلم قلت لهم كينا شفارة أنا قلت دامي ما كايش قاحت ما كايش قاعد الجمعيات كوش الجمعيات ما عنداش الدوسيات ندوحة وعطي لهم الفلوس قالوا لي تكلم الكاتب العام تكلم الكاتب العام قال لي لا لا كنت كون انتي أنا بغت نقول لي عاميل تقعد لي عاميل وش دكت هذري وثما بدني قاعد خدسني من الولايات وجدو داني واحد للمنطقة الحضارية ايوه وقل سيامات ولا عامل قل سيامات ولا بغت ماني ورات حطل دفر بغت ماني فمعدود كلا تكاد دكت لا اله إلا الله وعطوني خمسين والموت عادش يا ربي بتالاني بالمرض نعم وقدو الأدعية ومعاكن تاين هذو هذو حطل اني فعلي الصباح قلت عرب طال روح اي ام ملكية اذك كل شي كون ما شي حويش كن حفظ هم لك تقول انت خاصة بارك الله فحي والأدعية ربنا ضلمنا أنفسنا كن ديرو متسبيح مش يجوز للا ديرو بقدم صغولك ربنا ضلمنا أنفسنا لا إله أنت سبحان لكن كنت من الظالم سيدنا يونس ربي أني ما سني الضر وأنت الحام سيدنا أي ربي أني منزلت إلي من خير فاق دائما لديك رزيق يجيب رزيقي لا يلها الله يحفظك للا حيات كن شكرك للا حيات الله ينورك بنور الله يحفظك ورعك يا ربي كن شكرك على المكالمات ديالك الكلمة ديال للاحيات تضمنت الكثير من المضامين فقالت لنا بأنه لما كانت فاعلة جمعوية في وجداء مع منظمات وجمعيات ومسؤولين في السلطة وقالت كلام هذا كيدخل فيما يسمى بتغيير المنكر هو جميل أن الإنسان يغير ولكن هنا غير واحد تنبيه أننا وإحنا في بلدنا لنغير المنكر نحاول ما أمكن نحرس على الأداب للتغيير لأنه قد تريد أن تغير منكر معين فتقع في منكر أكبر منه هذه قاعدة عند العلماء قالوا فيها ترك تغيير المنكر مخافة أن نقع في منكر أكبر منه وكيعتوك دليل أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لنقدت الكعبة وأعدت بنائها على قواعد إبراهيم وأعدت بنائها على قواعد إبراهيم العلماء قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى منكر في المجتمع وكان بالإمكان أنه يغيره هو نبي هو عنده سلطة لكن خاف من رضود الأفعال أن تؤدي إلى منكر أكبر منه يعود الصراع يعود الخصاعة متعد فخلاه أسكت حقنا للدماء هنا العلماء قالوا بأن أحيانا كنكن مع الناس كنلقى أحد المنكر معين كنحاول ما أمكن نغير بالتي أحسن ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه يعني التغيير باللسان قالوا هذا اختصاص دي الرجال السلطة دي الدولة اللي عند السلطة وعندها قوة القهر تدخل سريع بيده وفإن لم يستطع فبلسانه قالوا هذا الدور دي العلماء ودي المصلحين وأصحاب الرأي الناس أصحاب المنابر كي تكلمل تغيير منكر باللسان بالكلمة الطيبة والتغيير بالقلب يعني عموم الناس عامة ناس كي غيروا بقلبهم هذا كي يقول مراتب منه من يقول التغيير دي المنكر واحد تفسير دي البعض أهل الله قال لك تغيير المنكر باليد كي يكون بالعطاء لأنك الكلمة المنكر رغم ممكن أنه تغييره غير بالعطاء ما يسمى بالمؤلفة قلوبهم مثلا صارق يسرق هو كيسرق أنت كتعطيه كنزيد تكرمه باليد كتعطيه هو كي عودي يتراجع عن مواقفه لأنك نحاقد وكي يشوف بأن الناس ما كي عاملوش إذن يسرق أنت منك تعطيه هو كي يشعر بأنه ركل رحمه لكن إحسان فيقلع عندنبيه هذا التغيير باليد والتغيير باللسان قال لك بالكلمة الطيبة أدعو إلى السبيد ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن الناس هما أشكال أدعو إلى ربك بالحكمة الناس لما عقلاء لعقلاء كتنفق معهم بالحكمة الناس لهم بوسطاء الكلمة الطيبة غير مواعظ مواعظ حسنة كتكفيهم والناس لهم يمضادين لنا في الرأي وفي الموقف قال لنا وجادلهم بالتي هي أحسن إنسان مخالف لك في الدين أو في المعتقد أو في الفكر تجادله بالتي هي أحسن هذه كلها كدخل في شروط تغيير المنكر أي نعم ربنا عز وجل نهانا أننا نشوف المنكر ونسكته لأن الساكت عن المنكر هو شيطان أخرص وقال ربنا عز وجل الأول ما أدخل النقص على بني إسرائيل لماذا بني إسرائيل كانوا وحد الوقت هم شعب الله المختار وكان ربنا يناديهم في القرآن بالتكريم كان يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين بني إسرائيل كان هو الشعب المدلل عند الله تعالى كان مكرم معزاز وكان ربك يحبه وبعط لي الأنبياء ولكن فيما بعد ماذا قال؟ قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون يعني قال لك أول ما أدخل النقص على بني إسرائيل منذ أهد داود ومنذ أهد سليمان كانوا صلحاء كانوا طيبين كانوا مؤمنين كانوا عباد الزهد كيكون الرجل يسير في الطريق كيلقوا أحد الناس وما غادل المعبد في الطريق كيلقى بعض الناس كيشربوا الخمر أو كيلعبوا القمار أو مختلطين مع النساء في حالة غير سليمة كيبغي يغير المنكر كيقول لهم يا هذا اتق الله ودعم تصنع هذا أمر محرم كيقولها لهم وكيمشي للمعبد كيعبد الله تعالى اليوم الموالي منك يرجع كيلقادوك الناس باقنا لحالهم ما تغيروش ما زالك يشربوا الخمر أو كيلعبوا الميسير أو مختلطين مع النساء في وضعين مشبوه كيقول لهم يا هذا اتق الله ودعم تصنع مرة اللولة التانية التالتة المرة الرابعة قال لك ولا يكون ذلك ناهيا له أنه يصبح جليسهم وأكيلهم وشريبهم حتى وكيد بحالهم يختلط معهم يقول هذا الحياة هكذا الناس رأل وكلهم هكذا دي الحياة وكيد خل معهم تهو في المنكر إما يشرب معهم الخمر ويقول راح حلال مشروب روحي وإما يلعب الميسير يقول هذا ترويح عن النفس وإما يدخل في العلاقات مع النساء يقول لك هذه علاقات رضائية ويقول لك فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض فنزل قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعله لبيس ما كانوا يفعلون ثم قال النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر وإلا ضرب الله قلوب بعضكم ببعض ولعنكم كما لعنهم هذا تحديل للأمة الإسلامية عندكم يقع لكم ما وقع لبني إسرائيل أيام زمان وسلبت منهم هذا العظمى والكرامة والعزة التي أعطاهم الله تعالى في أول أمره للا حيات تكلمت عن مواضيع كثيرة من بينها أن البرامج الدينية كتقوم بالتوعية والتوجيه وقالت بأنها لم تكن تعلم بأن الحجاب هو فرض وفعلا إن شاء الله نتكلم عنه في حلقة مقبلة هو ربنا عز وجل قال في الأول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين هذا التوجيه الإلهي جاء في واحد نوع من اللطف يا أيها النبي يعني ربنا ينادي رسوله ونبيه وصفية قل لأزواجك يعني ابدا بأهل بيتك أولا قل لأزواجك وبناتك سيدنا النبي كنا نعضر بعدي للبنات ونساء المؤمنين يعني كل نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين هذه الآية ما فيهش لوجوب هذه الآية فيها الاستحباب لكن فيما بعد جاءت أحاديث نبوية شريفة فقال يا أسماء أسماء بنت يا أبي بكر الصديق اللي كانت عنده في البيت وكانت صغير وراه وكانت لعب حداه وحد الوقت بنت عليها علامة الحيض وعلامة الأنوتة وبدأت تكبر فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين الوجه والكفين لا ينبغي لا ينبغي هذه الكلمة لا ينبغي قالوا بعض العلماء للاستحباب ولكن الآيات أخرى وأحاديث رتب على ترك ذلك عقوبة وإذا ترتب عليها عقوبة والعياد بالله كنقول بأنها صورفت للوجود هذا كلام إن شاء الله نتحدث عنه في حلقات مقبلة ونناقشه فقهيا وحادثيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا مريضا إلا شافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسجونا إلا سرحته ولا ميتا إلا رحمته ولا مولودا إلا أصلحته ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته اللهم امين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل في مغربنا الامن والامان والسلم والسلام والرحمة والمغفرة والرضوان اللهم انصر سلطاننا امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم اشفه وعافه واطل عمره اللهم قوه وارزقه المدد واصدح به وعلى يديه اللهم اقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن وانبته اللهم نباتا حسن حتى يكون على خطى ابيه وابائه واجداده اللهم شد ازره بشقيقه الامجد المولى الرشيد اللهم واصلح جميع افراد الاسر الملكي الشريفة اللهم احفظ جميع عبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انصر الاسلام وهد المسلمين اللهم اعد امتنا الاسلامية الى صابق عزها وسالف مجدها اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم كلهم وليا ونصير اللهم ايدهم بجندك فان جندك هم الغالبون اللهم ايدهم باوليائك فان اوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم كما جمعتنا على اثير هذه الاداعة المباركة اجمعنا قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منا وفي مزدلفة ويوم القيامة اجمعنا في الفردوس الاعلى مع الانبياء والمرسلين والاولياء المقربين في جنات النعيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلم